من اقيم الافكار اللي قدرنا نعملها على قناتنا على اليوتيوب يريد تشاهد معنا الفكرة للنهاية وتكمل معايا الفيديو للنهاية ويلا بينا على الشرح هنبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم ده المحول اللي من صنعي ايدي اللي قدرت اعمله علشان لو حد من اخوتنا محتاج المحول ده او محتاج اي قيمة من المحولات يقدر يتواصل معايا من خلال الرقم اللي موجود فيه سندوق الوصف لو عايز المحول وعايز بعض المكونات نقدر نتواصل مع بعض ان شاء الله وقدر اوصلها لك ملف نحاس من الدرجة الاولى طبعا وكمان الملفات بدقة عالية جدا ان هي فعلا تاخد الـ 220 تخرج للقيمة المطلوبة انا هنا عملت القيمة دي لو انت عايز 12-0-12 عايز 5 فلت 7 فلت 20-30-70-110 اي قيمة عايزها ان شاء الله باذن الله اقدر اعملها لك ولكن انا هشتغل على فكرة ان ده ياخد 220 يخرج لي هنا 14 فلت قيد الكابلة هنوصله هنا على الاطراف الشكل ده هنوصل طرف هنا وطرف التاني هنا ولكن انا في فكرة اليوم وفي اختراع اليوم الجميل الممتاز اللي عالج مشاكل كتيرة كل اخواتنا بيعانوا من المشكلة اللي كانت موجودة فيه الجهاز بتاع منظم الشح بتاع الطاقة الشمسية قدرنا بفضل الله نقول وداعا لاحتراق منظم الشح وهتعمل حاجة محترمة ان شاء الله باذن الله بس ياريت تشاهد المحتوى للنهاية علشان دايما تستفيه لو مهتم ياريت ما تخرجش من الفيديو وكمان وانت شغال بتشاهد الفيديو تقدر تدعمنا وتعمل اللايك يبقى كتر الف خيرة هنا انا بقى هحتاج ايه في فكرة اليوم علشان اقدر انفذ المشروع القيم هجيب منظم الشحن بتاع الطاقة الشمسية هنا كان فيه مشكلة كل اخواتنا بتوع الطاقة الشمسية بيعانوا منها وانا واحد من الناس اللي اتحرق عندي اجهزة كتير بنفس الشكل لان هنا لازم ادخل اطراف بتاعة الموجب والسالب بتاع الخلايا الشمسية وهنا الموجب والسالب بتاع البطارية وهنا الموجب والسالب بتاع اي لمبا ليد عايز اشتغل عليها وكمان هنا اليو اس بي اللي بنشحل منه الموبايل كده انا هبدأ اوصل الخلايا الشمسية هنا ووصل هنا الى اطراف بتاعة البطارية ولكن كلنا كنا بنعاني من مشكلة ان انا بجيب المشابك دي وابدأ اوصلها الاول هنا على الاطراف بتاعة الخروج بتاع منظم الشح وهقولك المشكلة الكبرى اللي كلنا بنعاني منها ادرنا نعليجها ازاي هنا انا لما بوصل الطرف ده على الطرف السالب والطرف الموجب بتاع المشابك دي واجه اوصلهم على البطارية ايه اللي بيحصل لما بوصلهم المنظم ده بيشتغل لكن لو الكابلات دي اتوصلت على الموجب والسالب بتاع الخلايا الشمسية والطرف ده فلت او البطارية تلفت او حصل اي خلل او المشبك ده فلت من البطارية اوتوماتيك الجهاز الجهاز ده بيولع وده الغلطة الوحيدة اللي موجودة في الاجهزة اللي زي دي ان الجهاز ده بيولع لو البطارية اتفصلت والدخول بتاع الطاقة الشمسية موجود عليها طب انت هتعمل ايه تقدر تعالج المشكلة دي هقدر احل لك المشكلة دي وقدر اعالجها بفضل الله في فيديو اليوم ولكن نعمل ايه علشان نقدر نحل المشكلة دي بحيث ان المسبك ده لو فلت من البطارية والاطراف بتاعة الدخول بتاعة الطاقة الشمسية او المحول ده متصلة هنا المحول ده ما يولعش ان شاء الله بإذن الله هعملها لك بكل بساطة وبكل يصل هنبدأ هنا نجيب معانا المكون الرئيسي اللي هنعمل منه فكرة اليوم هو الرئيلي الرئيلي ده بياخد 12 فولت مجرد ما ياخد 12 فولت يفضل موصل الخط ده على ده موصل الخط ده على الخط ده طب اول ما نفصل 12 فولت هيفصل الخط مباشرة طب نركبه فين الاطراف بتاعته اها ده هيروحوا على البطارية والطرافين دول هنوصلهم فين يا باشا هنوصلهم على الدخول بتاع المتين وعشرين هنقطع خط كده من خطوط المتين وعشرين ونبدأ نوصل طرف على الرجل دي والطرف على الرجل التانية وطالما ان الخط ده متصل على البطارية يبقى هيفتح الكهرباء المتين وعشرين طب واحد حبيبي من اخوات اللي بيشوفون الان هيقول لنا شغال على طاقة شمسية مش شغال على التونجر او المحول اللي انت مصنعه عيوني يا حبيبي يبقى هتعمل اين هتيجي برضو هنا تقطع الخط بتاع الطاقة الشمسية وتوصل طرف منه هنا والطرف التاني اللي هيروح على المنظم مباشرة تاخده من الرجل بتاعة الرجل برضو هنخلي الفكرة تتحكم فيه الطاقة الشمسية وكمان تتحكم في الطنجر لو حابب تستغل على طنجر خارجي برضو مفيش اي مشكلة يبقى هنبدأ نوصل الاطراف دي كده بالشكل ده بسم الله الرحمن الرحيم قد الطرف بتاع المحول المحول ده خمسين امبير خمسة وخمسين امبير كمان انا جبت له برج دايود ما شاء الله حاجة قيمة خمسين امبير علشان يقدر يخرج معايا شحنة عالية بامبير عالي نقدر نشحن البطاريات بكل سهولة وطريقة اوتوماتيك وسهلة وبسيطة ويشحن اوتوماتيك يعني مفيش خوف انك تسيب البطارية وتنام وتروح في اي مكان وتيجي او تسيبها شهر شهرين سانة سانتين هو شغال اوتوماتيك وده شغل عمولة مش شغل ايه شعبي او شغل سوقي ده شغل ايدينا ان شاء الله بإذن الله هنيجي هنا على البرج دايود هندخل الاطراف بتاعة الاسي هندخلهم على الطرفين دول بالشكل ده كده وناخد من هنا الطرفين بتوع مين بتوع منظم الشح اللي هيجو على الموجب والسالب بتاع الخلايا الشمسية انا هنا خدت الاسي حولته بالبرج دايود الى كهرباء دي سي وبعد كده خدت الدي سي على اطراف الخلايا الشمسية وبعد كده باخدهم من الخارج ده بيه المشابك اللي موجودة معايا على الاطراف الخارجية اهي علشان اقدر اشحن وبضيف على الاطراف بتاعة الدخول او الخروج بتاع المشابك دي اهي بضيف معاهم مين بضيف معاهم ايه اطراف بتاعة الرليه بحيث اننا اول مفصل مشبك من المشابك بتاعة التغذية اللي جايبها من البطارية اللي هي في الاصل بتشغل الكنترول بتاع منظم الشح اول مفصل طرف يفصل معايا الكهرباء اللي جاي للمحول فبالتالي تنفصل الكهرباء اللي جاي ودخل على الموجب والسالم يبقى سريعا نركب دي كده سريعا طبعا كده كل التوصيلات تمام وده الشكل اللي هو قبل النهائي اه التصميم كامل والدقيرة كده خلاص اكتملت انا عندي هنا لبرج الديود اللي مخرج على اطراف التغذية بتاعة الشح جايين على منظم الشحن زي ما قلنا على الموجب والسالم ده انا بفترضهم ان هما الواحة الطاقة الشمسية الفيديو ده اهام لانه فعلا بيعالج مشاكل كتير في موضوع الشحن وفي موضوع احتراق الاجهزة لزي كده انا كده وصلت اطراف الشحن وهنا اطراف بتاعة الخروج اللي خارجه من منظم الشحن رايحة للبطارية وهنا ادي الريلي قطع الخط متصل اهاء على الطرف اللي درنا نوصله عليه بتاعة تغذية الكهرباء هنا لما اجا وصل فيه الكهرباء بتاعة المنزل او الخلايا الشمسية اللي بيتم هيظهر هنا معايا الصورة بتاعة الخلايا الشمسية ان المنظم متصل على الخلايا الشمسية وبيشحن طبعا هنا البطارية ممتلئة زي ما انتو شايفين ولكن انا هاضطر اوصل علشان نظهر مع بعض زي ما انتو شفتو هنا ظهر معايا اللوح بتاع الطاقة الشمسية يعني بقول لي ان فيه خلايا شمسية بتشحن دلوقتي حالا ولكن انا استبدلت الخلايا الشمسية بيه المحول او خفض الجهد اللي قدرنا نعمله ونلفه على ادينا من النحاس الدرجة الاولى والخامات المحتهمة هنا انا كده شغال بامام موضوع الشحن تمام المشكلة بقى اللي قلنا عليها اللي الكل بيعاني منها وانا شخصيا اتحرق عندي اجهزة كتير لربما ان الكابل ده يفلت او يحصل فيه مشكلة كان على طول منظم الشحن بيتحرق بيتحرق ليه لانه ما ينفعش يتصل على الكهرباء مباشرة بدون بطارية لان البطارية دي بتدي امر الجهاز ده يشتغل فبالتالي لما الكابل ده بيفلت بتتحرق وممكن سهوا مني اسيب كل حاجة متصلة سواء الطاقة شمسية او منظم شحن واجه افصل الكابل واغير البطارية احط بطارية جديدة والخلاية متصلة فبالتالي بيتحرق معاك منظم الشحن لكن بعد فكرة اليوم واختراع اليوم او ابتكار اليوم قلنا ان وداعا موضوع الاحتراق دي نهائيا وهتبقى بامان تقدر تشيل وتحط عشرين بطارية وتقدر تعمله كتنجر شحن متعدد تقدر تشحن بيه وقت ما انت عايز بدون الخوف نهائيا من عملية ان ده يتحرق لان مجرد ما بافصل من هنا الرليب يقطع الخط مباشرة بتاع المتين وعشرين فبالتالي ما بكونش فيه كارباء موجودة على اطراف الدخول بتاعة الطاقة الشمسية على منظم الشحن وده اللي هيتم دلوقتي حالا مجرد ما هفصل اهو بسم الله كله فصل كله فصل مع بعضه وده متحرقش طب ايه اللي هيتم لو انا بقى ثبت ده مدخل كارباء هنا هتلاقي ده دخن وولع وتحرق منك ده اللي حصل معايا بالفعل في اجهزة كتير ولكن فكرت ان اعمل معالجة واعمل مشروع قيم كل اخواتنا المتابعين طبعا يقدروا يستفيدوا من الفكرة ويقدروا يعملوها بكل امان ويقدر يستفيد كمان من اليو اس بي يقدر يشحن موبايل كمان هنا فيه خط 12 فولت تقدر تضغط هنا وتنور بيه اي لمبة 12 فولت على الطرفين اللي في الاخر اهو كل منظم شحنة هتلاقي فيه خط للانارة ل 12 فولت بيشتغل من الزر ده اهو اول ما بضغط بيجيب لي علامة اللمبة اهه والدام منك اول ما بفصل بتفصل هنا طبعا جايب لي الخلاة الشمسية والشحن جاري زي ما انتو شايفين هتبدأ ترفع وتوصل معايا لدرجة الشحن المطلوبة ويفصل اوتوماتيك بنيجي بقى نقفل الحاجات دي كلها في صندوق شكله كويس بتاع منظم كهرباء ونشوف هنعمل الشكل النهائي هيبقى عامل ازاي سريعا كده الفرغة بتاعت المحول السابليزر الاديم الويس انا هنا هستفيد من المؤشرات هاخدهم معايا خط الدخول بتاع المحول بتاعي او التونجر بتاعي علشان ابقى عارف الكهرباء اللي داخله كام ولما الكهرباء تفصل اه التفزيه يبقى عارف ان الكهرباء فصلت اوتوماتيك مع البطارية والمشابك بتاعت البطارية يبقى سريعا هنسبت ده كده مع بعض كده سبتت المحول بالشكل ده هنا الاطراف اللي خارجة الموجب والسالب خدتوهم على منظم الشحن في الجهاز خدتوهم على ادي الاطراف بتاعت الموجب والسالب هنا الطرفين اللي خارجين تحت اهم ده اللي مغزين الرليع علشان اول موصل ده على البطارية يشعر ان في بطارية موجودة فبالتالي يشغل الكهرباء واول ما يشعر ان انا فصلت البطارية فبالتالي يفصل الكهرباء قدت الاطراف بتاعت المؤشرات المتين وعشرين وصلتهم على التغذية بتاعت المحول هنا شغل كابلي اللي كان موجود في المنظم انا برضو حبيت استفيد منه شغلته وكمان شغلت الزر اللي موجود معانا بحيث اضغط كده يشتغل افصل يفصل هنشوف دلوقتي بعد ما نقفل الطريقة هتشتغل ازاي بطريقة عبقرية فكرة يعني انا بقول لحضرتك ان هي حصرية كده انا وصلت الجهاز على البطارية الموجب والسالب هنا نرفع بقى كده علشان نشوف في التصوير بسم الله الرحمن الرحيم هنا البطارية زهرة قدام مني فيها كام وكمان البطارية ممتلأ الشرط بتاعتها ممتلأها هنا المؤشر بتاع المتين وعشرين مش شغال لان الجهاز ما خدش امر تشغيل لان ما وصلتش الكابل بتاع الكهرباء المتين وعشرين لكن لما نوصل الكهرباء المتين وعشرين اهو بسم الله كده اشتغلت المتين وعشرين وبدأت الالواح بتاعت الطاقة تظهر وعملية الشحن شغالة بطريقة محترمة هنا المؤشر بتاع المتين وعشرين اترفع يعني الكهرباء متصل على المحول والمحول بيخرج وبيشح طيب انا كل مرة لازم اشيل الكابل وحط الكابل لا طبعا مش لازم لان احنا عملنا التحكم في الكابل ده من خلال البطارية علشان نقدر نحمي الجهاز ده انه ما تحرقش مني تاني يعني مجرد ما افصل كده المتين وعشرين هتفصل كمان وعملية الشحنة هتفصل والجهاز ده هيبقى في امان ومحمي بطريقة سليمة بطريقة امينة وطريقة سليمة طب نجرب مع بعض كده نركز في مؤشر متين وعشرين فصل اوتوماتيك فصل اوتوماتيك ولو ما فصلش هيحرق ده هيدرب ده ده المشكلة اللي كان كل الناس بتعاني منها يبقى اذا الجهاز ده هيقدر يشتغل معانا على الطاقة الشمسية هيشتغل معانا كتونجر نشحن منه بطريقة امينة برضو حاجة ممتازة وهيشتغل معانا بدون معاناة وبدون تلف نهائية لان احنا عاملينه بطريقة يعني بفضل الله اعلى تقنية واعلى يعني دقة في التنفيذ هنا هنيجي نوصل تاني كده مع بعض هيشتغل المتين وعشرين اوتوماتيك والشحن اوتوماتيك زي ما انتو شايفين اذا نقدر اشتغله كتونجر وابدأ اشيل واركب اي بطارية هو مجرد ما يشعر ان في بطارية اتصلت على الجهاز هيشتغل ويفتح المتين وعشرين واشتغل اوتوماتيك ياريت في اخر الفيديو انا يعني بعتذر لك الاول على الاطالة وانا غير متعمد ولكن حابب اوصل لك المعلومة كامل لو فعلا شاهدت الفيديو للاخر انا بشكرك ويريت تكتب في الفيديو في التعليقات تمت المشاهدة للنهاية علشان اقدر ارد على حضرتك واشكرك تاني في التعليقات ما تنساش تعمل اللايك وتشاير الفيديو عندك وتنتظرنا في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا